هل الإعلام مطالب بإبراز مثل تلك القرارات ومناقشتها وعرضها على الجمهور العام حتى تكون وصلة للناس؟ بالتأكيد الإعلام لازم يلعب دور في هذا وعلينا دايما نفتح حوار حقيقي مع أصحاب المصلح يعني القطاع الخاص هو أصحاب المتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، شباب رجال الأعمال علينا أنه يبقى في حوار متواصل ما بينهم وما بين المسؤولين عن اتخاذ القرارات ما بين لجان مجلس النواب ظهرهم في الإعلام دايما علشان نبقى عندنا قدرة على أن نفهم هما الناس دي شايفة الأمور ده كافي، مش كافي، طيب التنفيذ فيه مشكلة لأنه إحنا ممكن الدولة تعمل حاجات كثير قوي مكويسة بكل النية الحسنة لكنها إذا لم تصل بنفس المعنى وبنفس الطريقة لأصحاب المصلحة للجهة المعنية بده هيبقى أثارها محدود فعلينا ندخل في حوار حقيقي صريح جدا مع أصحاب المصلحة مع الناس دي علشان نرى أثار هذا وأظن أنه إحنا يعني بعد الخبرة السنوات اللي فاتت إحنا علينا نعرف إنه إيه المطلوب علشان بلدنا يتقدم اقتصادياً ويتجاوز بعض الصعوبات اللي بيواجهها مع التطورات اللي موجودة في العالم حالياً وبنتكلم على الدكاء الاصطناعي وبنتكلم على تأثير السوشيال ميديا إلى آخره من سيصنع في رأيك الوعي في المستقبل؟ الدولة الوطنية؟ الأمر في غاية الخطورة في الحياة لا نسى يشاركها ده كمان المستقبل القريب يعني آه طبعاً المستقبل إحنا بالفعل بنمر بحالة هو إنه قدرة الدولة وده واحدة من التحديات الكبيرة اللي لازم نفكر فيها كتير قدرة الدولة على إنها تصنع وعي الناس ووعي موطنية أصبحت أقل بكتير جزء من ده ناتج عن أدوات إحنا فرّطنا فيها وجزء منها ناتج عن طبيعة التطور التكنولوجي في العالم الأدوات اللي إحنا فرّطنا فيها إحنا لما بنحكي عن التعليم لما التعليم بيتتدهور التعليم ده الدولة أداة الدولة في صنع المواطن الصالح إذا جاز إستخدام التعبير يعني فلما التعليم بتدهور ما بقونتش أقدر أشكل وعي الجليل الجديد على الجانب الآخر فيه تكنولوجيا جديدة بتقول إنه الناس هتسمع الأخبار على الفيسبوك هتتابع برامج هي اللي تحب تسمحها على أين كانت السوشال ميديا ووسائط السوشال ميديا المختلفة مش على القناة الأولى وقناة تانية اللي هم وإذاعة لسنوات طويلة صنعت وعي الأمة المصرية يعني وبعد فترة بقى أنت داخل في موضوع الزكاء الاصطناعي اللي هو هيبقى شديد الصعوبة في الحقيقة لأنه الزكاء الاصطناعي في الحقيقة واحدة من مخاوف اللي أنا شخصيا لديها فيه إنها ستمنع التطور ستسبت ما هو خلينا أقول إيه القائم وربما الأسوأ في ما هو قائم يعني خلينا أقول إيه لو أندا لو الناس لو أنا بحب الموسيقى الأديمة وابتديت أدخل على الوسائط التواصل الاجتماعي أسمع مزيكة أديمة فكل مرة هدخل عليها هتجيب لي مزيكة أديمة ومش أشوف أي وآخر من الموسيقى طيب لو أنا بهو أشياء منحرفة وابتديت أدخل عليها كل مرة بعد كده هدخل مشهرة غير أشياء منحرفة لو أنا طيب المواجهة كيف تأتي؟ المواجهة تأتي بمزيد من الاستثمارات ضخمة جداً واعية جداً في مجال التعليم لم يعد يكفي أنك تخلق تلفزيون المصري مثلاً قناة الأولى وقناة الثانية وتقول أنا هكلم المصريين من دول أنت محتاج آلاف المنصات الإعلامية اللي كل منها قادرة ومهيئة لأنها تتواصل مع فئة من فئات المجتمع لأن المجتمع حصل له تفتيت فرجمانتيشن رهيب ما عنشي هو نفس هذه الوحدة الوحدة اللي تبلغهم رسالة واحدة في مصرحة الساعة 8 يعني علينا استعادة هذه الوحدة فعليك أنك تتفاعل مع ترد على هذا التعدد بتعدد مثله مش بأن إحنا نلعن التعدد لأنه لن يمكن إعادة العجل إلى الوراء أصبح حقيقة واقعة بالضبط دكتور جمال عبد الجواد بنشكر حضرتها جداً ويعني أدلت بكثير من الأراء القيمة شكراً جزيلاً لا شكرك شكرك